بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في الحل الجبري لمشكلات البرمجة الخطية باستخدام طريقة السيمبليكس مثال اخر مثال هنا على تدنية دلة الهدف دلة الهدف عندي تدنية Y2X1 2X2 6X3 القيود الموجودة عندي بهذا الشكل بالاضافة الى قيد عدم السليبية لو لاحظنا هنا نجد ان جميع القيود على صورة اقل من او يساوي الخطوة الاولى زي ما قلنا قبل كده هي تحويل هذا النموذج الى الصورة القياسية التحويل للصورة القياسية بنقل 2X1 الى الطرف الايسر سالب 2X2 الى الطرف الايسر سالب 6X3 الى الطرف الايسر ثم اضافة S1 في القيد الاول S2 للقيد الثاني و S3 للقيد الثالث تصبح للصورة القياسية للنموذج بهذا الشكل المتغيرات الموجودة عندي في هذا النموذج عددها 6 متغيرات الخطوة اللي بعدها هي ايجاد الحل الاولي وزي ما قلنا قبل كده لابد من تحديد المتغيرات المتغيرات الاساسية والمتغيرات غير الاساسية في هذا النموذج زي ما قلنا عدد القيود 6 اذا المتغيرات الاساسية هيكون عددها 3 وغير الاساسية ايضا عددها 3 المتغيرات الاساسية في هذا المثال هتكون في الحل الاول طبعا هي S1 و S2 و S3 الغير اساسية هتكون X1 X2 X3 وزي ما قلنا قبل كده متغيرات غير اساسية اي ان قيمتها تساوي 0 المتغيرات الاساسية قيمتها لا تساوي 0 واجاد قيمتها بيكون بالتعويد في القيود اذا بالتعويد عن X1 و X2 و X3 في القيد الاول نحصل على S1 تساوي 4 و S2 تساوي 2 و S3 تساوي 10 اذا اوجدنا الحل الاولي بهذا الشكل الخطوة الثالثة هي تفريغ المعادلات اللي هي القيود ودلة الهدف في جدول الحل الاولي زي ما قلنا قبل كده ان العمود الاول يحتوي على اولا دلة الهدف بالصف الاول ثم الصفوف الباقية بتحتوي على القيود المتغيرات الاساسية في القيود الثالثة اذا في الحل الاول S1 و S2 و S3 كانت متغيرات اساسية هنا بضع معاملات X1 و X2 و X3 في دلة الهدف وطبعا S1 و S2 و S3 معاملاتهم 0 وده الطرف الايمن نفس الشيء في القيد الاول معاملات X1 X2 X3 و S1 معاملها 1 S2 معاملها 0 S3 معاملها 0 والطرف الايمن 4 وهكذا هذا الجدول هو جدول الحل الاول الخطوة اللي بعدها هي تحسين هذا الحل بحيث نصل الى الحل الامسل تحسين الحل بيكون باختيار متغير داخل واختيار متغير خارج قاعدة اختيار المتغير الخارج هي نفسها في المثال السابق سواء كانت دلة الهدف تعظيم او تدنية المتغير الخارج بيكون هو الذي يحقق اقل نسبة المتغير الداخل في المثال السابق قلنا الذي معامله في دلة الهدف اكثر سالبية لان كانت دلة الهدف تعظيم بينما في هذا المثال دلة الهدف تدنية فقاعدة اختيار المتغير الداخل هو الذي معامله له اكبر قيمة مجابة وهنا هي الستة اذا اكس ثلاثة هو المتغير الداخل وهذا هو العمود المحوري نحسب النسبة النسبة فقط تحسب عند القيم المجابة اذا عشر على اثنين خمسة هي النسبة الوحيدة اذا اكس ثلاثة هو المتغير الخارج ثم يتم اجراء العمليات الحسابية السابقة بنفس الطريقة اقسم على الخلية المحورية اقسم الصف التالت بالكامل هذا الصف على الخلية المحورية اقسم على اثنين هنا على اثنين على اثنين على اثنين الجدول بهذا الشكل السؤال هل هذا الحل او هذا الجدول يمثل الحل الامثل الاجابة ايضا لا ليس هو الحل الامثل بل هو مجرد حل ممكن السبب هو موجود متغير داخل متغير الداخل هنا هو اكس اثنين لان ما زال معامله موجب اذا كرر الخطوات مرة تانية هيكون اكس اثنين متغير داخل والمتغير الخارج هو الذي يحق اقل نسبة هنا النسبة فقط هتكون عند القيمة المجابة اذا المتغير الخارج هو اس واحد اقسم على الخلية المحورية اقسم هذا الصف الصف المحوري على الخلية المحورية ثم اكرر العمليات الحسابية مرة تانية بهذا الشكل نحصل على جدول بهذا الشكل طبعا هذا الجدول يمثل الحل الامثل لانه جميع معاملات المتغيرات في دلة الهدف حتى هذا الجزء جميعها سالبة لا يوجد متغير داخل اذا هذا هو الحل الامثل اي ان اكس واحد في هذا الحل لانها متغير غير اساسي غير موجود هنا فيسوي سفر اكس اتنين هو اساسي قيمته سبعة على اتنين اكس تلاتة متغير اساسي وقيمته خمسة اس واحد متغير غير اساسي اذا قيمته سفر اس اتنين متغير غير اساسي وقيمته تسعتاشر اس تلاتة متغير غير اساسي اذا قيمته سفر وطبعا دلة الهدف عند هذا الحل تساوي سالب سبعة وتلاتين هذا هو الحل الامثل اشتركوا في القناة